اشتركوا في القناة في قطاع النشئين بشكل كبير بمتميز طبعا بيطلع لنا نجوم كان موجود كابتن صلاح ايضا معافة بالتالي كل التوفيق ليهم يا رب او كابتن صالح انا اسف طبعا كل التوفيق ليهم ان شاء الله في قطاع النشئين يطلع لنا نجوم جديدة دايما بيستمرون للفريق الاول يمكن شفنا مبارح مباراة الاهلي وطلع الجيش واللي انتهت 2-0 لفريق النادي الاهلي اكيد جماهير الاهلي سعيدة باداء فرقتها باداء اللعبين اللي ممكن يكونوا بعيد شوي عن المشاركة بشكل اساسي ولكن المتواجدين في مباراة الامس واسعدونا باداءهم الجميل وبقوة اراضيتهم في العودة داخل الفريق بقوة هو ده اللي احنا بنتكلم فيه دايما لعب النادي الاهلي يا جماعة بيكون ليه مميزات ان هو لا ييأس حتى لو هو بتاعد قليلا او بتاعد كثيرا عن المباريات ومشاركة بتلاقيه موجود بقوة فيه وقت لما يكون المدير الفني محتاج له او الفريق محتاج له مباراة ميدو جابر زي ما انتم شايفين امامكم بيحرز الهدف الاول النادي الاهلي كان في ديئة 38 من الشوت الاول هدف مميز طبعا صناعة باسم علي ايضا نجم المباراة بالنسبة لجماهير النادي الاهلي واختريطوا مباراة جماهير النادي الاهلي ان هو نجم المباراة ونسر الاهلي في هذه المباراة على موقع النادي الاهلي الرسمي بالتالي زي ما انتم شفته سواء باسم سواء ميدو سواء شام محمد محمد هيني في مكانه كل اللاعبين صبر رحيل طبعا مباراة كلهم على احسن حال ويمكن الناس كلها كانت متخوفة كانت ربيع مباراة لما كنا بنقول تشهيل انا قالك انا خايف شوية لكن مع اداء اللاعبين واضح جدا حالة اطمئنان عندنا وعند جمهور النادي الاهلي اللي كان سعيد بشكل بيضاي ديك انطباع ان شاء الله يعني في الفترة اللي جاية ان احنا اي مشاكل ممكن تبقى موجودة في فريق اصابات غيابات في البديل والبديل الكف ومش عايز اقول بقى بديل يعني هو موجود هو لاعب مميز داخل الفريق تقدر تستخدمه في ايوات طبعا ده هدف عمر السلية ايضا بيقوم بدور مهم جدا عمر السلية في جزئية التكملة داخل التمنتاشر ولما تشوف لاعب خط وسط احنا دايما بنتكلم وبنشوف نوعيات دايما في خط وسط زي حسام عشور وعمل السلية ان هو يوصل للمنطقة دي عند الستة يار ده تعرف ان النادي الاهلي قوته الهجومية مش فقط فيه هجوء اللعبين المهاجمين لا ده انت عندك خط الوسط عندك ساعات بنشوف علي معلول بنشوف احمد فتحي بنشوف محمد هاني بنشوف اللعبين كله بنشوف طبعا ساعد سمير وساعات كان بيحرز اهداف مميزة من تزديدات او من ضربات رأس بنشوف ايمن اشرف في التكملة اللي بيقوم بيها في وقت ملوقات حاجات جميلة جدا بتظهر مع لعيب النادي الاهلي وده ما بيجيش من فراغ بيجي من تدريبات بيجي بيجي من خلال جهد بيكون في الملعب من خلال التدريبات وفكر موجود من الجهاز الفني بينقله للعبين ومن خلال طبعا هذه الجزئية الفرقة بيحصل الهارموني اللي انت شفتوه سواء بقى لعيبة كانت بقى لها فترة وما كانش بتلعب وبتيجي تلعب بتلاقي الشكل متحسش بفرق خالص ده اللي احنا سعيدنا به من خلال لعبي النادي الاهلي مبارح واداءهم المميز والنتيجة المميزة ويكفي ان المدير الفني كابتن حيلم طولان بعد المباراة اتكلم بشكل مميز عن فريق النادي الاهلي وتكلم ان انت ان انت عندك مش فرقة واحدة انت عندك تلت فرق ان انت لو فيه غاب واحد بتلاقي التاني مكانه وهكذا دي حاجة مميزة وممكن سألته على النادي الاهلي وهل ممكن كابتن حيلم طولان من طاقاته وخبراته كبيرة انه ممكن النادي الاهلي يحسم بطولة الدوري من بدر شوية قالك ممكن ووارد جدا لو طبعا الامور بالنسبة ليه الفرقة النادي الاهلي بقدراته الموجودة هيكسب ان شاء الله كل المباراة القادمة بامر اللي طبعا باجتهاد لعبيه وفي نفس الوقت الفرقة التانية هي اللي ممكن تسمح للنادي الاهلي يعني ممكن يكسب بطولة الدوري بأسابيع ممكن بدر شوية يمكن وإحنا بنتكلم دلوقتي في مباراة شغالة مباراة الإسماعيلي والمقالون العرب وتقدم المقالون العرب حتى الآن على فريق الإسماعيلي زي ما كان بكابتن حيلمي بيتكلم انها بتبقى النادي الاهلي ماشي في طريقه بيفكر في كل مباراة بهدف واحد هو هدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط طبعا الأداء بتاع مبارح يعني حاجة مميزة جدا وسعاداء جدا بإن شاء الله نكسب في كل مباراةنا نحصل على ثلاث نقاط في كل مباراةنا والحصول على بطولة الدوري واللقب الثالث على التوالي واللقب رقم 40 في تاريخ النادي الاهلي لهذه البطولة البطولة دائما المميزة والمحببة بجانب طبعا بطولة أفريقيا اللي احنا منتظرينها إن شاء الله تكون موجودة السنة دي يمكن لو احنا بنتكلم على النقاط النادي الاهلي وصل لنقطة 42 بفرق نقطة واحدة عن النادي الإسماعيلي اللي بيلعب زي ما قلت حالكم دلوقتي والمقالون العرب متقدم عليه بهدف للا شيء 42 وانت عندك مباراة كمان مؤجلة زي ما قلت حالكم قبل كده من الأسبوع السادس أمام نادي المقالون اللي بيلعب النادي الإسماعيلي حاليا طبعا ده ترتيب الجدول حاليا أمام حضراتكم النادي الأهلي في المركز الأول بعد المباراة أمس برصيد 42 نقطة الإسماعيلي قبل مباراةه النهاردة في المركز الثاني ب41 نقطة أيضا المصر البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 31 نقطة تصموح في المركز الرابع برصيد 29 نقطة أما الزمالك في المركز الخامس برصيد 29 نقطة ويأتي بعد كده الانديها طبعا أمبي والمقالون العرب وطلع الجيش والإنتاج الحربي والأسيوتي سبورت والدخلية ومصر المقصة وبتروجيت والاتحاد السكندري وطنطة ووادي دجلة والنصر والرجاء يعني دي المباراة بالنسبة بشكل كبير وترتبها بعد مباراة الأمس ولسه طبعا مباراة الشغالة دلوقتي طبعا هي مباراة الأسبوع 19 وبداية الأسبوع 19 حاجة يعني محترم احنا شفنا ممكن مباراة الأسيوتي سبورت ورجاء وفوز الأسيوتي سبورت 3-1 على الرجاء وقدي فريق مميز مع كابتن علي ماهر مع كابتن هادي خشب المشف عام على الكرة هناك أعتقد أن هم عاملين فرقة مميزة جدا هذا الموسم ولسه طبعا في بعض الصفقات الشتوية أو الترانسفير اللي بيبقى موجود في الشتا كابتن هادي خشب وكابتن علي ماهر بيختاروا بعض اللاعبين اللي ممكن تضيف لفريق الأسيوتي أيضا الاتحاد سكندري بيؤكد فوزه على النص طبعا الدور الأولين كان فايز الاتحاد سكندري على النص 3-2 كانت في مباراة قوية بيؤكد فوزه في الدور الثاني أيضا على فريق النص وبيفوز 2-0 طبعا مباراة المخولون العرب شغالة حتى الآن والإسماعيلي وفوز المخولون العرب حتى الآن 1-0 فيه طبعا بكرة هتكون مباراة الداخلية والزمالك ويوم الجمعة هتكون مباراة طنطة وصموحة والسبت إن شاء الله هتكون مباراة المصري البورسعيدي مع بترجيت وإمبي مع وادي دجلة والإنتاج الحربي مع طلع الجيش هتكون مباراة نهاية الأسبوع 19 الأهلي والمقصة ولو كنلمنا عن مباراة الأهلي والمقصة أنا مش عايز أقول ثقر دائما بنقول في الكرة القدم هي مباراة للمنافسة هو تعويض خسارة الدول الأول أمام فريق مصر مقصة 3-2 طبعا اللي كانت للمقصة إن شاء الله بالأداء اللي احنا شفناها وقوة الدفع اللي موجودة لدى اللعبين وجهاز الفني والنشوة اللي موجودة بالفوز بالأداء المميز أعتقد إن شاء الله المباراة تبقى قوية آه ولكن الفوز إن شاء الله بهذه الثقة يبقى موجود عند الفريق ونحصل عليه من خلال الثلاث نقاط والهدف دائما المنشود بالنسبة لفرينا ده اللي احنا كنت عايزة تكلم عليه وبالمباراة اللي احنا شفناها مباراة كابتا حسام البدري لعب 100 مباراة مع النادي لأداء طبعا فيه تقرير من إيرو سبورت طبعا بنشكر عليه موقع إيرو سبورت أتكلم عن الميت مباراة والرسم البياني بالنسبة له طبعا كنت أتمنى يبقى موجود معنا على ششة ولكن كابتا حسام البدري لعب 100 مباراة مع النادي الأهلي حتى أمس مباراة طلع الجيش آخر مباراة بالنسبة له فيه 100 مباراة فاس في 69 وتعادل في 26 وهزم فيه خمس مباراة فقط أحرز من خلال تواجده طبعا مع النادي الأهلي وهجومه 170 هدف النادي الأهلي أحرز فيه أسناء توالي كابتن حسام البدري 60 هدف فقط وحصل على 230 نقطة ده الشكل أمامكم طبعا على الشاشة هذا الجرافيك اللي موجود من ايرو نيوز او ايرو سبورت انا اسف يعني طبعا يشكروا عليه بشكل كبير حاجة مميزة جدا للجهاز الفني طبعا كابتن حسام البدري على رأسه حاجة محترمة وده دائما نادي الأهلي مدربينه واللعبينه والنادي ككل كالكيان العظيم ده بيكسر أرقام دائما مستمرة أرقام مميزة دائما احنا بنكسرها بشكل كبير نتمنى طبعا ان شاء الله دائما الأرقام القياسية تبقى خاصة بالنادي الأهلي نادي الخر نادي طبعا العريق نادينا الكبير واللي احنا بنتشرف وبنبقى فخورين جدا ان احنا لعبنا وكنا من ولاده في يوم الايام وما زلنا طبعا بنخدمه في اي مكان بنكون متواجدين فيه ممكن دي مجهودات بتبقى في الكرة القدم لكن مجهودات مجلس الادارة دائما بتبقى متواجدة في كل حاجة في الانشطة الرياضية في البنية التحتية للنادي في الفروع الموجودة وبناء الفروع الجديدة اللي ان شاء الله تبقى متواجدة ايضا مشروع القرن واذا كنا بنتكلم على مجلس دارة النادي الاهلي الحالي وكابتن محمود الخطيب طبعا وبرنامج الخاص بمجلس الادارة اللي هو عائلة الاهلي دائما الحرص على تطبيقه في الجدول الزمني المحدد له كابتن محمود الخطيب بيزور فرع زايد لمتابعة الحالة هناك بالنسبة سواء بقى للانشطة الرياضية او البنية التحتية هناك ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لاعضاء النادي امامنا طبعا على الشاشة كابتن محمود الخطيب وطبعا مجهودات سواء بقى فرع الجزيرة او مقر الجزيرة او مقر فرع الشيخ زايد او مدينة نصر وان شاء الله البدء العمل في فرع التجمع الخامس ومنه ان شاء الله ايضا مشروع القرن اللي احنا مهم جدا ان احنا نتحدث عنه كتير او مشروع القرن هو استاد الاهلي وحلم جماهير النادي الاهلي كابتن محمود بيقوم بزهارة فرع الشيخ زايد واكيد بيتطمن على كل الامور الخاصة بالفرع سواء بقى ملاعب سواء بنية الابنية اللي موجودة الانشطة الرياضية اللي موجودة كل ده في اطار قليات تنفيذ برنامج عائلة الاهلي كل التوفيق لمجلس صورة النادي الاهلي بالكام ان شاء الله لتنفيذ احلام جماهير النادي الاهلي واعضاء وطبعا واعضاء الجمعية العمومية بشكل كبير كل التوفيق ان شاء الله هذا لو كنا بنتكلم على الجهاز الفني بقى استكمالا ليه الجهاز الفني النادي الاهلي يدرس صفر ربيع بره ربيع طبعا عنده اصابة قوية لو كنا كنا كلمنا يوم المباراة قلنا ان الضمة ممكن تبقى اسبوعين تلاتة لكن واضح ان اصابة رامي كانت قوية في هذه المباراة مباراة القمة والانتهت بفوز الاهلي تلاتة سف الاسف هي الاصابة في العضلتين العضلة في رجليل اتنين يمين وشمال فيها واحدة في عضلة من العضلات فيها اطعوا فيه في العضلة التانية شد او مزء فبالتالي طبعا اصابة قوية للرامي نتمنى ان شاء الله عودة رامي ربيع عشان كده كان فيه علامة استفاهم للناس بتتكلم ليه رامي ربيع خرج برا القيمة الافريقية لحد ما كان اعتقد وده وجهت نظر كالتا حسان البادري والاتفاق مع رامي ربيع ان هو لحد ان شاء الله ما يخف هيكون فيه وقت ان هم يسجلوا مرة اخرى في القيمة الافريقية ولكن فيه كلام او اتجاه ليه صفر رامي ربيع للعلاج فيه الخارج فيه هذه الاصابة نتمنى له طبعا العودة سريعة رامي ربيع من لعيب المميزين بالنسبة النادي الاهلي وبيعتمدوا عليه بشكل كبير طبعا الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني فيه مباريات وان شاء الله يكون موجود لان طبعا محتاجينه في كأس العالم وكنا نتمنى نشوفه فيه معسكر مارس اللي هيكون ان شاء الله موجود لمنتخبنا الوطني في السوسر يلعب فيه مباراتين يوم 23 ويوم 27 أمام البرتغال واليونان نتمنى طبعا كل التوفيق المنتخبنا نتمنى لكل اللعبين السلامة في كل الاندية اللي ممكن متواجد فيه اللعبين فيه منتخب مصر كل السلامة ليهم لو كنا بنتكلم على مباراة الأمس واختيار أفضل اللعبين وأفضل اللعبة في هذه المباراة جمهور الاهلي زي ما قلت حدثكم اختار باسم علي كأفضل اللعبة فيه مباراة طلاع الجيش ودي حاجة جميلة جدا جمهورنا زواق جمهور النادي الأهلي دائما زواق وبيفهم كويس قوي المجهود اللي ممكن بيعمله كل لعب داخل الملعب واختيار باسم مجاش من فراغ واضح جدا أنه كان مركز قوي تحركاته وجوده في الجزء الهجومي وجوده في الجزء الدفاعي الميس باس كان عنده قليل جدا الجزء الهجومي كان بيساعد زي ما تشايفين في الهدف ده تعامل بشكل مختلف عن ما يكون واحد بيرعب برجل يمين يعني أما لقى الكرة مقفولة برجل يمين ويرفحها خد على رجل الشمال وتعامل معها وتلعت بشكل مميز جدا لميدو جابر فبالتالي باسم علي تميز جدا في هذه المباراة وجمهور الأهلي اختاره كأحسن لعب فيها هذه المباراة وده مش غريب على جمهور الأهلي تزوقه للعب المميز واللي بيقوم بمجهود كبير في المباراة الخاصة بالنادي الأهلي ميدو جابر أيضا بيتلقى إشادة من كابتن حسام البدري أيضا ميدو جابر كان يعني فعلا أثبت أن هو لعب مميز كابتن حسام البدري يمكن كلام كتير ميدو جابر ممكن كان يروح أعارة أو فيه أندية بتطلبه ولكن النقطة في أن كابتن حسام البدري كان مصمم على أن ميدو جابر هي ما موجود وياخد فرصته ووصف قدراته بشكل كبير وده اللي عمله ميدو جابر وده ممكن كان نفس وضع باسم علي فيه وجوده ببعيد عن الملعب شوية ونبارح الصراحة الاتنين بالإضافة طبعا لشان محمد اللي معنا في الصورة حاليا واحد أيضا من لعبين المميزين في المباراة الأمس للتلاتة والأربعة صبر رحيل بالإضافة صبر رحيل طبعا ومحمد هيني كله ومصراحة ما شاء الله قدوا دور مميز جدا في مباراة الأمس مباراة طلع الجيش اللي استمتعنا بها من خلال النادي الأهل يمكن معنا أخبار كتير لكن كان يهمني أن أنا بس ألقي ضوء على مباراة الأمس وبعض الأخبار الخاصة طبعا بالنادي الأهل هيكون قدت حابب أقولها ولكن معنا ضيوفي طبعا المميزين جدا كابتن مهر همام وكابتن محمد حشيش هنتكلم على حصاد الأسبوع الثمانتاشر والمباراة الممكن تكون شغالة في الوقت الحالي ونتائجها وتأثيرها الإجابي للنادي الأهل إن شاء الله في المباراة القادمة وأيضا معنا فقرة تانية بعد طبعا هذه الفقرة فقرة الكرة العالمية مع عمر ربيع سين وكلامنا كتير عن الكرة العالمية والدوريات الأوروبية وما حدث في المباراة الأخيرة لكن خلينا نروح لفاصل واستقبل نجوم مصر ونجوم النادي الأهلي كابتن مهر همام وكابتن محمد حشيش اشتركوا في القناة